كيف يحاكم بالكورونا؟ أما الجنرالات المخلصين للبلاد الذين يقومون بأعمالهم ومهامهم الذين يتدخلون في السياسة فهؤلاء إخواننا وهؤلاء لا مشكلة معهم لهم ولا غيرهم إنما مشكلة شعب جزائري وأحراره هي مع الجنرالات الذين ركعوا البلاد الذين سمحوا بنهب البلاد أريد أن أسألهم الآن مثلاً جنرالات المخابرات وعقداء المخابرات وضباط المخابرات أينما أين كنتم أين كنتم حينما كان شاكيب ينهب سونطراك ومعه بجاوي ومعه مجموعة من الناهبين جزائرين وغجزائرين أين كنتم حينما كان حداد ينهب بلا حدود بن حمادي طحكوت بل أويحيا لقلت أنه كان عنده 300 مليار في الكونتوم بعد ولت 30 مليار وما كان شو عارف نينجات أين كنتم حينما كان هناك لقيته 800 مليار من بعد بعد ما انتفض الشعب لأن كل هذه الأحداث تفجرت بعد ثورة 22 فبراير لكن قبل ذلك أين كنتم حينما كان في جنرال واحد اعترفت أنتم بها كان مسؤول المالية في وزارة الدفاع 800 مليار سنتري تعرفوا أن تبوني يقول لما سألوا صحفي وقالوا كم رقم كم الرقم هذه تعالى الأموال المنهوبة اللي راح تجيبها لنا 10 مليار دولار قالوا هيه وش من 10 مليار دولار عشرات ها هو الرئيس تاكم ذاكاوة على أقر رسميا تسموه الرئيس وين كنتم تعرفوا وين كنتم بعضكم وين كان كان يتابع في فلان وفلان 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 اللي كان يطالبوا بحرية الجزائر اللي كان يقولوا أنه يحيى لص ومشارك في القتل اللي كان يقولوا أن السلال مهرج ومدمر ومخرب اللي كان يقولوا أن السعيد مجرم اللي كان يقولوا أن ترطاق كان يقتل الأحرار بالشينيول اللي كانوا يقولوا أن توفيق دمر البلاد كنتم تتابعون في هؤلاء وما زلتم ما زلتم لكن الشعب فضحكم أمام العالم وانتم اضطريتم أن تدخلوا نصف العصابة في السجون ونصفها مع تبول اضطريتم أن تدخلوا صحيح لآن راكم تلقوا لهم في المبريرات راكم تلقوا لهم في المبريرات وفي الكباش تطلقوهم كما زعلان اللي اطلقتوه مثلا أمس خرجتوه براع على أقل في القضية المتابعة بيها ستة ملايين استمارة مزورة ويخرج بريع كريم طابو واشنه هو مشكلته واشنه هي مشكلته هو الدفاع للجزائر يسجن براهيم العلامي واشنه هي مشكلته هي محاولة أن يرفع من شأن الجزائر ودواجي نفس الشيء وقائمة طويلة من الأحرار ومن الحرار فضيل بمالا وأخواننا كثيرين وأخواتنا كثيرات الأخضر بورقع أطال الله عمره هذا المجاهد الذي لم يركع يوم لا للفرنسيين ولا نظام 62 ولا لبعد 62 ولا لأي وقت أحمد بن محمد علي بالحاج قائمة طويلة قائمة طويلة من الأحرار طبعا كيلي تشيطنوهم علي بالحاج مسكين تشيطنا إلى درجة لا ربما لبي يشيطن إنسان في الجزائر كما شيطنا علي بالحاج بدل من أن تعاد خاصة الضباط الصغار أنا راح نتوجه لهم ليرهم يشرفوا على كثير من مراكز الذباب ومتابعات وحتى ملاحقتنا ونحن بعيدة عين عام بالآلاف أنا وغيري بالمناسبة ما تطرحوش السؤال على نفسكم هل فلان وفلان وفلان لعنده وكيلي عنده عشرين سنة خمسة وعشرين سنة خمسة عشر سنة عشر سنين وهو يطالب بدولة الحق والعدل والقانون بدولة مدنية بدولة لرفع الجزائر هل هذا ظالم هل هذا عدو الوطن هل فعلا هذا عدو الوطن أما أن أعداء الوطن هم اللي الآن راي تخرج فضايحهم ورانوا في السجون أريدكم إخواني خاصة الضباط الصغار اللي ربما تلعبوا بعقولهم ودخلوا لهم أن فلان خائن فلان خائن قلوا ما أعطونا الأدلة الحقيقية لهذه الخيانة ثم قلهم إحنا راينا نشوفوا بلغة خاوانة هو ويحيا وسلال والسعيد وبالمناسبة عبد العزيزيز بوتفليقة هذا ما زال توصوا إلى أنكم جيبولوا وسايد طبية خاصة أقسم لي من أخبرني قال لي أنها تتجاوز الستين مليون بالسنتين نوع من الوسادات الطبية الخاصة وقال لي جايبين كمية هائلة وقال لي جايبين كمية هائلة ستين مليون للوسادة الطبية الخاصة اللي يحطوها يتكى عليها بوتفليقة ربعة ولا خمس وسايد إلى آخره في حين أن هناك ما لا يجد وكان قالها وزيرهم هذا لما يسمى بوزير الصحة قال مع الناشر راهم باش نشروا دول سرطان مع الناشر طبعا قبل قبل ربع أيام ولا خمس أيام أرسل لي أحد الأفاضل قال لي خرجوا الناس أعتقد في البوليدة خرجوا الناس اللي شدينهم من أجل سرطان طردوهم لا تذكر من أي مستشفى حتى لا يكون مختلف طردوهم قال لهم خلاص عندنا الكورونا الآن يلا هروح بصح هذورهم يعاجوا وعندهم شيمو تيرابي وعندهم لا ويبدو أن هذه سرط في أكثر من مستشفى كان يتحدث معي بعض الأفاضل اليوم بواحد من إخواننا وقال لي أنه يبدو أنه في خلافات هناك بين الجماعة الحاكمة ونعرف الخلافات الموجودة ونعرف أن أبو عزة وسينيرا هو متربب عليهم حتى هم هذو اللي رام عاتبون رام يشعرون بالألم من من التربب بتاع أبو عزة وسيني دار كانت اسمها الدياسي دارها ديريكسيون جينيرا المباشرة كانت مديرية ولت مديرية عامة للأمن الداخلي وكان في الفترة التعقيد صالح لما كان لأنه ربما للناس ما يعرفوهاش أنه كيفاش تمكن أبو عزة وسيني اللي كان بعيد على المخابرات ومبعد ولا هو القوة الضاربة لأنه فقط استطاع أقنع القايد صالح بأنه يستطيع أن يعتقل الترطاق والتوفيق والسعيد ويسجنهم ولن يحدث شيء داخل الجيش في يومها في أبريل كان خايف كثير قايد صالح لكن كانت هناك مطالبات وأنا كنت واحد من اللي طالبوا فيه باعتقالهم فكان أبو عزة وسيني قالوا أن بهذا شعب جيب شعبية وأيضا تنحي هؤلاء اللي رامت أمره عليك فتضرب عصفرين بحجرة فقايد صالح كان مرعوب لأنه كان دايما يشوف توفيق حاجة رهيبة يعني يشوفه رب وتوفيق كان يقول باللي هو رب تزين يعني وكان يعرب اللي ترطاق مشهور عليه أنه عسكريين كانوا ضباط كبار لما كان كابيتان ترطاق كان بعض الناس اللي كانوا في رتبة رائد رتبة لتنون كورونين عذبهم بالشينيول يعني قاعد لهم روسهم وعينيهم بالشينيول فكل قايد صالح ما زال عنده الرهبة والرعب منهم فقال له هذا والسيني قال له ما تخافش أنا نجيبهم لك وبالفعل هم طبعا هذو اللي رحوا يطرح لهم السلطة يقول لهم بعد كالدجاج المبلل كل هذك الفرعنة وهذك ربما الناس شافوا هذي الأيام كيفاش نقلت بعض الصحافة العبدالغاني الهامل كيفاش أصبح يترجى من القاضي أن يسامحوا عبدالغاني الهامل اللي كان 250 ألف شرطي تحت يده وكي يتحرك عبدالغاني الهامل جهات كثيرة ترتعي ففي طبيعة الحال لما لما وسيني أرسل ضباط من قوات خاصة والقاتل قفض على توفيق والسعيد وترتاب وشافهم قايد صالح بالكاميرات وبالصور قبل أن يبثوهم فشاف باللي هذا فانسور ولأن كان القايد صالح فيه جبن في عمقه فشاف اللي هذا هو اللي سيحتاجه وبالفعل صحيح اختلفوا ووقفوا قبل أسبوع من قبل يوم أو يومين من من الانتخابات أو في يوم الانتخابات ووقفوا لأنه كان يتلاعب وكان حبي يجيب مهو بيحطه هو رئيس لكن إلا أمبريسيوني يعني وسيني خل انطباعها شديد عند القايد صالح فأعطاله صلاحيات كبيرة في هذا الوقت قام وسيني بوضع الحنوشا التابعين له في كل مكان داخل القنوات داخل الجرائد داخل الوزارات داخل وزارة الدفاع اطلع على كل الوثائق اللي كانت والتسجيلات ولقى ولقى بلاوي بلاوي حقيقية ولقاوها مصورينها على الجنرالات وعلى الوزارة ولا وخابرات طرطاق والتوفيق فهو كله رأي تعامل بها ورأي شدها هاي من جاي القوة نتعو الآن سنرى سنرى إذا تمت إزاحة هذا المجرم كأحد الشروط الآن أو كأحد على الأقل موقف ليبان باللي هذا النظام رأي يريد الحل إذا تمت إزاحة أبو عز وسيني وزقماتي على سبيل المثال اللي رأه رمز للوحشية باسم القضاء فالناس تقول أوكي بل كرهم حبين يوصلوا الحل مع الشعب ويتوقفوا عن هذا الضغط طبعا يجب أن يتوقف الضغط على الأحرار واعتقال الناشطين والإدارة والإدارة الإجرامية اللي رأه تقوم بما يقومون بها ممكن جدا لو كان يكون عندهم عقل أن جات هذه الفرصة انتعى الكورونا فيوجهوها يكونوا في اتجاه إيجابي ومن بين الاتجاهات الإيجابية أن يطيحوا ببعض كبار جنراليات المعروفين بدمويتهم وبإجرامهم ببعض الوزراء مثل زقماتي اللي معروفين بخصتهم وسفهتهم وعملتهم وأصبح الآن وكأنه شعب رأي يقول زقماتي في الحراش يعني لو كانوا يقوموا بأعمال مثل هذه يفتحوا التبرعات يخلوا الشعب يشارك يوقفوا الاعتقالات يضلقوا الأحرار من السجون ويلغوا الأحكام عن الأحرار والحرائر كلها هذه الأشياء بكل تأكيد ستكون إشارات إيجابية سيرد عليها أحرار البلاد بإشارات إيجابية أخرى حياكم الله إخواني إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة